نعمل إيه بقى في اللي احنا فيه ده؟ لازم إحنا نخرج من هذه الحالة اللي في الحقيقة بتنقص من احترامنا كله يعني مثلا على سبيل المثال ما عليش نفكر أنا مش قصدي أي شيء غير إن احنا نتكلم مع بعض يعني هل من المناسب تعالوا نرجع تاني ونرجع لأهل الدراسات الاجتماعية هل من المناسب إن الإبن يكلم أبوه وينديله باسمه وبترك فيها سخرية والأب يعتبر إن ده نوع من أنواع القرب بينهم هل ده تقارب؟ هل عدم بيان التقدير والمكانة في القلب والديمومة على إن أنا بحسسك إن أنت مفيش مكانة لك هل دوت يؤدي إلى التقارب؟ على فكرة أقول لكم حاجة أنا بقول لكم بالدراسات الاجتماعية اللي أنا بعملها أنا آسف الظاهرة دي يتمن حاجة تانية خالص إن الأب مش عايز يحسس ابنه بالسلطة الوالدية لأ في مليون طريقة تحسس بيها ابنك إن ما فيش سلطة والدية تحسسه إن انت فهمه تحسسه إن انت قريب منه مش هتكون التخلص من السلطة الوالدية إن ابنك ينسى إن انت أبوه ويند 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 البنت تنسى إن دي أمها ده مش تقارب ده إيه؟ ده إهدار لقيمة الاحترام لازم إن بنتي ويند تتكلم تحس إن دي أمها وإلا هتبرها إزاي؟ تحس إن ده لازم يحس إن هو أبوه أمها اللي هيبره إزاي؟ قاله والله بس إحنا لاحظنا إن الإبن والأب كده بقى أم صحاب فإيه اللي بيحصل؟ فالأب بيتجرر لإبنه فيعيش معاه الحالة اللي هو فيها حتى لو كانت الحالة مش مناسبة مش إنه بيجذبوا بعد ما يبقوا صحاب إلا إن هم يتقدموا للأمام وقيامهم تبقى أحسن نحتاجين نراجع شوية في مظاهر من خفة الاحترام حصلت في حياتنا ما ينفعش إن إحنا نبطل إن إحنا ننادي الناس بألقابهم ولا بمكانتهم أنا بقول كده ليه بقول كده لإن أنا شايف الأثر السلب في ده بقى الأولاد متشككين ما بقاش في مرجعية ما بقاش في قدوة ما بقاش عندنا إحساس بإن أولادنا ممكن يعلمونا لإن إحنا كمان ما بنحترمش أولادنا زي ما أولادنا لازم يحترمونا إحنا كمان لازم نحترمهم نحترمهم بإن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نفهمهم نقرأ عنهم نسمعهم بس ليس معنا سماعهم ان هم يهدروا مكانتنا كما احنا لازم نتوازن الاحترام اول طريق واول اجراء في الاحترام التوازن يعني ايه التوازن الاب اب والابن ابن بدون سلطة من الاب على الابن ولكن لابد ان يظل الاب في مكانته لكي نحس بان المجتمع فيه امان اذا اهدرنا مكانة الكبير مين اللي هيحسس الناس ان فيه مصدر للامان لكن الكبير ما يتطولش على التعليم لازم الكبير كمان يتعلم يبقى اول اجراء لازم نتعلمه لابد ان احنا نبطل ان نقلل من شأن الكبير ولابد ان نحترم الكبير ولابد ان نستمع للصغير اعملوا مجالس استماع في بيوتكم لأولادكم وحنوا عليهم وهو يناديك ببابا مش لازم يناديك باسمك انا ما بقولش ان المناداته باسمك ده ده معصية بس انا شايف ان ده على المدى البعيد بيقدي الى ايه بيقدي الى ان الابن ينسى ويفقد ان انت ممكن تقوم بادوار كتيرة تجاهه وعشان كده هو بيروح وينسى خالص ان انت داعم لي ومساند لي انت اب يعني انت مساند لابنك مش صاحب سلطة عليه هو عبد لله زي ما انت عبد لله بس لازم يحس بوجودك في حياته اقول لكم حاجة لما ابتدى الاولاد يناديوا الاولادكم انا دي كلها اشياء وبدعوا اخوانا في البحث الاجتماعي ده بحثي انا انا بصنف المفتي وبصنف المتشرع على انه باحث اجتماعي دراساتي بتقول لي ان لما بطل الاولاد يتعاملوا مع اباؤهم على انهم اباء ايه اللي حصل بدأ الابناء يبحثوا عن حاجة عن الامان والاحتواء خارج الاسرة فبدأ تظهر ظاهرة الاحتواء البديل يدوروا على احتواء برا الاسرة لكن لما كان الاباء بنوقفهم قدام مسئوليتهم ونحسسهم ان هم اباء ايه اللي حصل ما جايز الاباء اللي هم مش عايزين يقوم بدورهم مبسوطين او بان ان انتوا بان الاولاد ما بقوش يقولولهم يا بابا ليه؟ مبسوط ليه؟ مبسوط لان خلاص واحد بيشيل السؤال بيشيل مسئولية من على كتفه لا وقفوا الاباء قدام مسئوليتهم وقفوا الامهات قدام مسئوليتهم وما تفرطوش في ده اه هنعملوا لان ده احترام وهنعملوا كمان لان ده التوقيف للناس وجعل الناس في مسئوليتهم الامر التاني والمهم لو سمحتوا خلونا نتكاتف الآن ونحترم الناس نحترم بعض تعالوا نكتر من مساعدة الناس ونكتر من خدمة الناس الناس دلوقتي ممكن تتعرض لنوع تاني من عدم الاحترام اللي هو زل المسألة ارجوكم تعالوا نتحالف عشان نمنع الناس من زل المسألة ونتتحالف كمان عشان نمنع الناس من انهم يهينوا نفسهم او يتعرضوا للمهان اغنوهم عن السؤال وسعدوهم قدم خدمة مهما كانت صغيرة في ناس كتير خدمتك الصغيرة دي ممكن تفرج عن قلوبهم وتخليهم يرجعوا للعمل بعمة ونشاط وخلونا نقول حاجة مهمة جدا جدا ان من احترامنا لبعضنا ان احنا نفتح قلوبنا لبعض وكل واحد فينا يسمع التاني الاب يسمع ولاده والولاد يسمعه اباؤهم لازم يبقى عندنا جلسات حوار ونتحاور مع بعض اذا كانت الدولة بتتكلم على حوار مجتمعي انا بتتكلم الان عن حوار اسري لازم الاسرة تتكلم مع بعض عشان يقدروا يحترموا بعض لانهم لما يتكلموا مع بعض ممكن يخرج اجمل ما فيهم وساعتها كل واحد فيهم يحس بيقيمة كل واحد في حياته يتكلموا مع بعض وتحوروا لان الحوار من اكتر الابواب اللي ممكن نشوف منها اجمل ما فينا يا رب الهمنا الصواب وخلينا قادرين نتجاوز هوى النفس والانا والايجو ونعود الى الاحترام اللي بيخلي الانسان فعلا يستطيع ان يكون في حضرة الرحمن ومع خير الانام صلى الله عليه وآله وسلم اشتركوا في القناة